ميديو ثمانية ودرجين مرحبا بكم الناس الكل انتوما في الاستماع لساعتنا الثانية من سات نوف برشة اخبار برشة تحليل برشة معطيات جديدة هذي الكل مع حاتم بالحاج وذكركم اللي بعد شوية في حوار ونصدفنا بشيكون دكتور رياض دخفوس عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا ونعرف اللي عندكم برشة اسألة تحبوا تطرحوها عليه خاصة انه هو زينا في نفس الوقت مدير عامل مركز الوطني اليقظة الدوائية مكلف بمتابعة البحوث حول اللقاحات والتوصيات بالحملة الوطنية للتلقيح استخزينيكا سينوفاك شنوه انخذك اللي جونسونان جونسون سبوتنيك شنوه اللي عنا وشنوه اللي النجمون عملوه اليوم شنوه اللي النجم ينقذ الوضع خطر سماعت ان شاء الله يساح حلين بعد الدكتور اثنين في المياه يظهون اللي نوصلوا تلقيح ضئيل 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 جدا لما ابعدنا يا حاتم هو هني راهو فاما حكاية تلقيح ونبالو شوا بش نختارو مني نوخذو خطر فاما منظومة كوفاكس هي تبعثانا فيها استخازينيكا ظهر لي فاما بعثتانا برشة جرعات استخازينيكا اللي عندهم مؤخذات ونباليش خليوا معنا هي يبدأ معنا إنسان عارف بالشيء ذي ونحكيه معاه لكن سيفري اللي المرحلة هذيرة هو مش نحن بارك مثلا في فرنسا الناسق يعتبروه الفرانسيس بطيء يمكن الدول اللي نجحت في تلقيح بسرعة عندك انجليتيريا عندك اسرائيل عندك مثلا فاما بلدين شمال اوروبا ما عنديش لسامي الحق طوى لكن البلدين اللي عملت سرعت وعندها منظومة سريعة عودت حالة التجارات متاحة هذي الكل بعد شوية ابرتير المثمانية ونصف مع دكتور رياض ضغفوس خلينا نجيه للقرار زادا لتحكي فيه برشة قال رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي أنه يعين لازهر لونجو مدير عام للمصالح المختصة بالإدارة العامة للأمن الوطني كما قرر تعيين توفيق سبعي مدير عام للمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي تعيين أثار الجدل مثلا هوني الأمين العام لتأيار الديمقراطي غازي الشويشي يقول أنه المشيشي قاعد يقوم بتسمية مشبوهة في حركة استفزازية لقيس سعيد هو ساعة خلينا نفهم وشكونوا لازهر لونجو ويقولوا المصالح المختصة نقولوا اللي هي ضم إدارات في رقم متعدة الاختصاصات فيه مختصة بدرجة أولى بالاستعلامات والاستخبارات الأمنية ومقاومة التجسس لازهر لونجو تحكي عليه برشة يكون كان فيه منصب أمني رفيع وحساس عنده دلالة أخرى ربما تعيين هذايا في علاقة برئيس الجمهورية قيس سعيد حاتم تعرف اللي وزير الداخلية السابق توفيق شارف الدين اللي هو كان ضمن الحملة الانتخابية لقيس سعيد كان أبعد هشام المشيشي أقالوا وعين روحوا وزيرا بالنيابة أقالوا في ظروف تعيينات وإقالات بالضبط في ظروف تعيينات وإقالات نذكروا اللي هو توفيق شارف الدين مختار من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد اللي هو نفسه سبقه أنه أعفى لازهر لونجو من منصبه السابق وألغى المشيشي ذلك الإعفاء ثم أعفى من بعد ذلك وزير الداخلية توفيق شارف الدين اللي هو نفسه مقرب من قيس سعيد وصارت تعرفك التصريحات والمناوشات بالكلام بين رئيس الجمهورية وبين هشام المشيشي شو قولك في التعيينات الحساسة يجب أن يكون عليها توافق مش نحكي على التوافق المخشوش يجب أن يكون توافق جمهوري على التعيينات كما هك راهي أمن دولة راهي تعرف السيدة ذاية من عرشنا بهم برش عبيد يقوله رجل دوسيات يعرف عنده برش حقاق فهما ناس في مناصب اللي تعرف حاجات يمكن أنت ما تعرفهمش على روحك خاصة فيما يخص التجسس والبوليس السياسي نعرفه اللي تاريخه كبير ونعرفه زادة اللي السيدة ذاية مشاكل متاعه ما جيتش كان بعد الثورة حتى ما قبل الثورة كانت فما معناها إبعاده ولا فما صارت مشكلة قبل في الداخلية وقت بن علي دونك إنسان كما هكا ما يجيب لكش التوافق واللي يعينه يحب يحل واجهة جديدة يحب يدرع أخوات الرئيس الجمهورية بتات روسيز تعرف الداخلية رهي كأي مؤسس في تونس فيها توزنيت فيها ناس عندها أفكار أخرى فما ناس عندها مبايعات تحت الطاولة دونك مشكلة في الداخلية بارك هو لسم هذا يتذكر أيامات بعد خطاب رئيس الجمهورية في عيد قوات الأمن الداخلي بالتحديد لزهر زهير المغزاوي بيقول أنه الخطاب هذية لقيسة سعية خوفتهم التصريحات هذية لأنها قطعت الطريق أمام تحويرات كبرى في المؤسسة الأمنية يقول يذكر منهم لزهر لونجو أمني مقيم في فرنسا حسب رواية المغزاوي يقول تحوم حوله شبهات كبيرة في الفرنسا ونتفكر ولي في رأس العام رئيس الحكومة سفر لفرنسا زعمة يمكن زيدا يحذر من وقتها بش السيدة في يعطيها مفاتيح قاطر اللي عنده المصالح المختصرة وبعد ساعات النجم يكون عنده أقوى من الوزير معناها فيما يخص أشياء بعيد علينا على العموم هو يقول ليعطي بعض المعطيات لازهر لونجو محل تتبع جزائي في أحدى القضايا يشتبه في علاقته بالمدعو عبد الكريم العبيدي المتهم في قضية اغتيال شهيد البراهمي المنصوبة له تهمة العلاقة بما يسمى بالجهاز السري وفقا لما ورد بسؤال كتابي للنائب فاطمة المسدي اللي تواجهت به لوزير الداخلية أنذاك هشام الفوراتي لكن رد وقتها الوزير الداخلية ويقول ما ثبتش وجود أي ارتباط للمدير المركزي في الاستعلمات العامة لازهر لونجو بقضية اغتيال محمد الابراهمي أو ما يسمى بالجهاز السري للنهضة أنا هنا نصدقه خاطر كان فما ارتباط معناه ما نكبروش زادا نحن نلوموا على الناس اللي يتفلم وتخلق في السيناريوية زادا ما ننجموش ناخذوا نفس التمشي هذه حاجة الحاجة الثانية لاحظنا مع الأسف اللي عنده شبهات خطيرة جيني غلموت رقاها كما مثلا حكاية الراشدي وحكاية اللي ساير في محكمة التعقيم معناه أكبر صلط خضائية طيب راشد والبشير العكرمي نزلوا يباشروا بطريقتنا وبأخرى مهيمة أنا مفضل كفانة تخوينا اللي عنده دوسي صحيح وثقيل ويعرف فيه جميع المؤيدات عنا قضاء عنا مؤسسة قضائية توجه لها وخليه هو الفيصل رهوا اليوم أوراقنا الرسمية وأوراق الدولة الرسمية ورعت على قريعة الطريق هذية تعيين منبا بعد اربع ساعة برقية التعيين بالعدد امتحابي امذاء المكلف بشؤون وزارة الداخلية رئيس الحكومة هي جامل مشيشي بالتفصيل تعيين لازهر لونجو على قريعة الفيسبوك ومش أول مرة يظهون يشوفوا أوراق رسمية شفنا حاجات أكثر من هكا على قريعة الطريق شفنا حاجات أسرار دولة أكثر من هكا فما تقارير يبعثوهم مخابرات معناها صديقة وشقيقة لكن يقعد هذيك الكل معناها أسمع ريت المؤخذات راهي ما هيش من عدم ما فميش معناها دخان ما غير نار كالكبار وهنا داخلية راهي ومصالح مختصة معناها واحد فيها شبوهيت ومقيم في فرنسا نحن البلاد خائضة من داخل ومن بره واحد مقيم في فرنسا تعود جي تعطيه منصب حساس وترجعوا لطولس بالطريقة وعليش هو مقيم في فرنسا ما خاطر فما حاجات تخايف منهم معناها زادة فما تخايف من تحجير السفار معناها عطيونا دي دي تاي راهي ربما نسمعنا نطفر تصريح أعلامي تقول مشبوه معناها فيها بالحق برشا قولوا دي زندان بر بشو نكونوا ديبلوماسيين بايه ميسالش لي رفع كل هاته الاحترازات ربما ميسالش كي تكون الخطة الاتصالية في تواصل معنا مع رأي العام التونسي نفو لبوخوا دي كومان المشيش يا زادة كانت ناول الأفطار في ثكنة بوشوشة وكرم أمنيين وذي جست نهار بعد أفطار رئيس الجمهورية بحي حيات دادامن مبقاش عندي باشا وقت نصل بكم لثمانية وعشرين دقيقة وخيط لفوتها فيكم مع أولفا اللي بيشتر جعلنا ببعض في المتفرج فرس تذكر للوكالة الفنية للنقل البري قررت التمديد في سلوحية شهادة الفحص الفني وبطاقة الاستغلال اللي بشتوفة بداية من نهار ثمانية أو فات بداية من نهار ثمانية أفريل لشهر واحد مدتها بالإضافة لتسخير عدد من أعوانها وإطاراتها لتأمين على قل الحد الأدنى من النشاط فقط الوكالة زادة قررت كان عندكم التوصيل والحجز متاع موعد إجراء الفحص الفني راوذاك يقوم مقام شهادة الفحص الفني حتى تكشل تاريخ الموعد المتحصل عليه وجست هذا مع التجديد أنه مع تنصيل بالنسبة لعملية الفحص الفني لأول مرة هذا أخر المعطيات خطر الناس كل ماشي عافوين ماشي مرحباكو ألفا نرجعو لك بعد شوية في المتفرج فرس ماثنين للجمعة من السبعة لتسامتة أسباح على إيفان أحلى غاديور إيفان أحلى غاديور جعنا لكم ثمانية والسابعة وعشرين دقيقة بالضبط بعد دقائق نستقبل دكتور رياض دغفوس عضو اللجنة العلمية لمجابهة الكورونافيروس قبل ذلك جينا ألفا لك شوف في المتفرج فرس المتفرج فرس أصباح خير شرح الورو جميع العيشيك اليوم باش نحكيو على كاميرا كاشي اللي هي تتعدى في تيلي 218 اللي هي في الشين ليبيا دونك واللي عمل فيها هو راوف كوكا دايق لكاميرا وعندو سيني بركة جستما ديما عندها عندو برشة جستما انستالية هي معناها الكاميرا كاشي دايق وكل عام تتعود برش عباد مغرومين بيها دايق ومتفرجوش في تونس وفي العالم العربي برشة تفاعلات مع الكاميرا كاشي يقولوا رايعة الكاميرا الخافية هذي أفضل برنامج خير من رامز جلال يقولوا أروع كاميرا كاشي في العالم العربي تحية كبيرة لكل المشرفين واللي يساحب الأفكار المتجدة كل عام أفضل مليوراه يقولوا زيدا من أفضل كاميرات الخافية في المغرب العربي الكاميرا كاشي كي هكا ولا لا وحما يخسيرها وفكوكا وفمشكون زيدا قال ما يناليكم هبالتو ناس ابداع وبنسوق من جهة أخرى فمشكون يشوف اللي هي تمثيل ومونتاج فبركة فبركة كلمة فبركة أفكار هي خفيفة أو سمباتيك نحك ما فمشكل فجيع وكل الخوف اللي يعملوهم برشا في الكاميرا كاشي مثلا بغمي الحلقات اللي تعدي وواحد يبدأ قدام صنطر داناليز عندو مرأة عندها ورقة متاعها أناليز تقول برابي سامحوني هذي بالفرنسي ناراني ما نفهمش ما نعرش نقراها اللي بي هي المرأة بما يدخل يلزم بخطر محتوى ليبي هو المحتوى ليبي في تونس هي تتعمل في تونس وتسأل تقول برابي يقرأوا لي هذي كيف يقرأ يطلع تست كورونا بوزيتيف ويتحكي ما ويتحكي ما يعرفت الفجعة هذي معناها بغمي حاجاتها كسامبل وخفيف من غير كما قلنا هو راهو فم الكاميرا كشي هذي الكاميرا كشي بازيك هذي الأصل هذي the candid camera حتى الاسم ممتاحة تعرفوا الكاميرا كشي هي اختراع لسينياست سود أفريكا اسمه جيمي ويس اللي هو عمل لديو سنطنبس وغلاتات نحش فاما فيه المعروف دونك هو اللي عمل candid camera هو اللي ديكلانشور وبعديش انتشرت في العالم أجمع وهذي الأصل لتع الكاميرا اللي يعملوا فيه تخويف واللي يعملوا فيها وحطوه فيه هاو صيد رعب وفاما زيد فنومين جديد اللي كيما هو رام الزليل سيك يخدم لستار يخدم باللستار وفاما راو دستار كي فيقو البروحو في كاميرا كاشي يعملوا لحو ما فيقش ويخدم للماجه ويخدم للماجه أنا باركزمبل عند تتاول بقديش من عام فاما كي كلما كواليد الزري بيشار رحباني ربضان و تمشيل وفعني تستيل فاما تكيفير فاما نيس مفنانين جو كمفران اللي صفى پختي من الخطة اتصالية وهو تعودنا رقوف كوكا وقت رمضان الكاميرا كاشي يمتعو من اللي وحنا صغار الشربة والبريكا ورقوف كوكا والكاميرا كاشي للضحك للضمار للضمار اللي تنجم تبرتاجيه مع عيلتك مع ولدك مع بندك وطفحك بتدبو يما لكاميرا كاشي اللي سامبل اللي يعني هما في الكندا جزب وغير ودايغ في الوطنات ونحكيو عليها ماروخرا فما كاميرا كاشي اسمها سمايل كيف كيف اللي مزيدة دايغ من غير لكلام لحتى الشاي كلها ميزيك وتتفرج في الهكيكة وتضحك مع لها سامبل وخفيفة جسد تتفرج ولينا بمؤثرات صوتية وميزانية ضخمة قعدة تصرف عليها للفجعة جسد من للفجعة وللرق هنوصلوا الثمانية واحدة ثلاثين دقيقة ألفا مخسي بكو شكرا لك على الاختيار وتحية كبيرة لرقوف كوكا نصلوا بكم ثمانية واحدة ثلاثين دقيقة بعد شوية حوار ونص رياذ دخفوس عضو اللجنة العلمية يكون هو ضيفنا ونسألوها على الكورونا على السلالات المتحورة على الشنوة بش نعونوا في اللقاحات الأيام القادمة هذية كل بعد شوية قبل ذلك الكلمة لسلم أهلال EFM Express تبقوا معنا نرجع لكم EFM حلاغ 38 دقيقة مرحبا بكم في حوار ونص اليوم نحكي على التلقيح نحكي على الكورونا نحكي على الوضع اللي هو بائي في بلدنا سعيدة جدا باستقبل دكتور رياذ دخفوس عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا ورئيس اللجنة العلمية للتلقيح دو كاسكات اليوم مرحبا بك دكتور مرسي لنبدأ دكتور نبدأ ببرشة اجتماعات صارت ما بين نهار لحد اللي هي اجتماع اللجنة العلمية للتلقيح ونهار لاثنين اجتماع اللجنة العلمية اللي مجابهة فيروس كورونا خل نبدأ باجتماع الهار لاثنين خاطر من بعض سمعنا تصريحات من أعضاء زملائك داخل اللجنة نفسها بأيكزمبل حتى النطقة الرسمية باسم اللجنة دكتور جاليلا بن خين شوها تقول تقول غلق الحدود رهوارد جدا ولا الحجر الشامل هو الحل اللي يجب تقييم كلفته ربما انتجه فيه في قدم الايام كانت تحكينا اكثر على مخرجات هذا الاجتماع هو خد في اللجنة العلمية متاعنا فمع معنا دي لكمونداشون شانتيفك معنا كان مشن ناخدو العلم وحده هي ذك هو اللي قالتو مادام جاليلا معنا اللي حل مشاكل كله هو تعمل الحجر الصحي وتسكر الحدود اما هذي بطبيعة احنا نعمل بعد الحكومة هي اللي تاخذ الاجراءات تاخذ باعتبار معنا الوضع الاقتصادي والاجتماعي وبرشة حاجة تخرين وهم قيموا الكل ومع الهيئة الوطنية المكافحة ياخذوا مع بعضهم معنا تقول ياخذوا مع بعضهم في اخر مرة قبل الاعلان على الاجراءات في الندوة الصحفية اللي استنعوها الناس كله اللي تأخرت برشة وذلك يعود الى خلافات بين الرأي العلمي وبين القرار السياسي على ما يبدو رذين انتم مع الاجراءات اللي معلن عنها من قبل الحكومة هو شوف احنا مش لرذين احنا نعطيو لركمانداسيون ومعنا لا نتغشو لما نتغشو شخطر هو بوركروازي معناها لكلهم كنتي ايكوناميك وسوسيال والعلم ليس سهل معناها مش تاخذ اجراءات باعتبار هذو ما لكلهم معناها حاجة صعيبة يسر احنا شنو معناها فما حاجات اللي نجمو نطبقوهم احنا شنو اللي نطلبو نطلبو باش ناخذوا اجراءات نطبقوهم هذي اللي صعيب في تونس قاتل قدش مرة نقوله سكر هو ما يقوله سكرنا هو حاجة هذا الجوالين ومبعد التطبيق هو اللي يقعد نقص هذي المشكلة الكبيرة مش مشكلة معناها تحط اجراءاتهم بلاس ايهم بعد مستبقهم ولا مش مستبقهم لكن في نفس الوقت التطورات كبيرة على مستوى انتشار الفيروس على مستوى دخول سلالات جديدة مما يقتضي ربما تحيين لهذه الاجراءات دكتور رذيك عليش نسئل بيك رذين انتو موالا مش رذين خطر رأي العلمي نعرف اللي عنده قيمته في التقديرات العلمية للوضع هذي وبالتالي نجر عنها الاجراءات اللي بشي جيهم بعض احنا المهمة المتاعنا الرسمية هي نقيموا الوضع نشوفوا معناها شنو ما الحلول للوضع ذيك اليوم شنو الوضع هو في تونس وضع صعيب برش برش اسبيترات حالتهم في حالة حليلة كيما نقول معناها تعبات لان عاش بسيمة القفرش معناها وضع متاع حذر شامل معناها هو هو الحذر شامل رأوا في العلم شوف نعرف مش حتى الوضع ذيك هو رأوا في العالم كل وصعي تشوف قليل اللي يعمل حذر شامل اما كنت حب توقف انتشار الفيروس السؤال الفيروس هذا ولا فيروس اخر في بلاد يجبك تعمل حذر شامل تبقى هذا موش صعيب موش صعيب موش صعيب إذا عندك فسبتارات فوق معناها طاقة الاستيعاب قريب تولي ساتوري أوتوماتيكمان A plus B منطقيا علميا اللي تحب انت حذر شامل نحن هل نحن في وضعية تستدعي الحذر شامل نعم أمني منيش نحب نحصلك دكتور لا لا مش تحصني نعرف ونحن قرارات الحكومة شنو المسئولية خطي احنا زاد نفهم وراء ساد معانا في الكوميسيون معناها تجم معلكمش بسيكاتر عنا بسيكاتر معلكم بسيكاتر معناها تجم انت تجي طبق حاجة تعطيك معناها إفاء عكسي أخاطر انت التطبيق متاعه ومش يجيب لك مشاكل أخرى أكثر من اللي انتي فيهم ولهذا احنا عليش قطلك احنا منقدموش يسر في الإجراءات احنا نعطيه رأينا شوف خانكا مالك احنا موش هذا باركرا المشكل الآخر هذا خطر عشنا يقبلوا قاعدين عايشينو ونحاولوا نقاول الحلول اللي معناها في تونس المشكل الآخر اللي فاما سولالة اللي متاع لأفريق دوسويت في ليبيا وفي بلدين أخرين اللي هم مش بعاد هذه كمشكلة زادة من زماش تدخل احنا توقف ما زماش تدخل كفيش بأي آليات يعني النغلق الحدود نعم نغلق الحدود اكثر من قبل ونقزوا شوية واللي يدخل من برة معناها يتابعوهم ليحفين مش يمشي وكل معناها ذوما الاجراءات الولانية مش طول لنقزوا على مش نسكروا الحدود ومش نعم مش نسكروا بلادنا الكرة ما هو ما هو دكتور أنا معناها المواطنة تونسي معناها منحبوش نعودو نعيشو كما حكيت البافيت تفكر ايه ليه ايه ليه اما نحن ما نجموش لأسباب اقتصادية دونك تحملوا مسؤوليتكم اكثر اما هاك المواطن فهم برشا نيسره عندهم لامبخيسيون يقول كابريتو ماش مختر خطر تعرف نحن في الكوميونيكاسيون نقراول المور كيلوميتريك تونك ما عندك شوية قريب لك بطريقة او بخار زي ميلك صديقك يخدم كيفك معناها عليك احنا دول مواطن ما نحبش نخوف ونحب ويكون مقتنع اللي فهم وضعية سعيبة خطر تخويف مهم جدا دكتور خلينا نفسرول هالسولالة هذه بخلاف البريطانية اللي هي تمثل بنسبة كبيرة من المصابين اليوم في بلادنا السولالة السودافريكان البرزيليان نسي خطر قاعدين نحكي عنها اليوم شنو عورضها شنو اللي سمتم تاح شنو تختلف شنو العبد ينجم كيفاش نجم تهدد سلامته البدنية والصحية شنو المختلف بين الكورونا ناتير كما في الياغرس هو البريطانية مش أخطر من القديمة أما هي معناها عندها سرعة الانتشاب وهذاك اللي تشوفوا فيه اليوم كيف دخلت التونس الأخرين خاصة البريزيلية تخوف خطرتك تشوف في البرزيل انتي قداش معناها عدد الموتة في البرزيل كبير برش وبلوس المنيخ متاحهم ما هوش سهل باش تتحكم في جائحة بالمنيخ البرزيلي خطر المنيخ متاحهم متار 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 في الليل ومن غدوة شايحة وعند كذاك يطلع النموس يطلع والصوليلة البرزيلية دخلت لأوروبا بشوية بشوية ما هو مش برشا أما كي تدخل الحاجة الأوروبا أربعة في المئة إصابات في فرنسا سوليلة برزيلية هبش نعطيك معطا وصلني توا دكتور في منوبا الأرقام تقول تسجيل ثلاث حالات مؤكدة حداش مشتبه في إصابتها بالسوليلة البريطانية ستة حالات إصابة بسوليلة غير معروفة ونزيدكم اليوم 241 إصابة جديدة بالكورونا وأربع وفيات راهوك يقولوا ستة إصابات بسوليلة غير معروفة معناها تنجم تكون السوليلة هذية البريطانية أو اللي جايتنا من جنوب جنوب إفريقل ثم حديث على سوليلة هندية أيضا دكتور هو اللي راهو الفيروس يلموت تلطان ديما مش يتبدل وديما تجيو سوليلات هو شنو فما سوليلات اللي هم يوليوا دومينات وهما يبدلوا المناخ متاع الفيروس في بلد هذو ما اللي عندهم قيمة ونعطيهم قيمة ونقرؤونهم لحسابهم وفما سوليلات اللي يطلعوا ويمشيوا فيسعة فيسعة يمشيوا على الارواح فمعناها موش الكل كل سوليلة عندها قيمة برشة سوليلة كل يقع ديما الكريتير متاع الخطورة هو السرعة التفاشي السرعة التفاشي هو اللي يقلق والخطورة والخطورة علش قتلك معناها توق البريطاني هو سرعة الانتشار والبرازيلي هو اللي يقتل فيسعة عنا معطيات كافية على السوليلات المتحورة هذه وعنا أبغي استعدادات الكافية والامكانيات الكافية لمتابعتها ومجابهة الوضع هذية احنا توفي تونس اشطلبنا معناها خطر نعمل سيكونساجة ومش برش ومعناها هذيش طلبنا باش نيعطيونا الامكانيات باش نقويو معناها لنومبو دو سيكونساج معناها سواء في سفيقس ووالا في تونس معناها نزيدو نقويو في الامكانيات باش نوليو نتابو احسن عنا الوكسرفاتوار اللي فيه اللي ديريجي بارماندام نصاف بالحالة متابعين كل معناها في الجهات متاجمورية لكل حالات الكل من بعد يلزم سيكونساج سيكونساج هو اللي نقص يلزم كان يدغالي سيكونساج معناها طوك الشعالة الوزارة مش توفرنها ونزيدو نعملو أكثر كسواء في شامل الكل ولا ملاي سواء هذي يا دكتور من ناحية السولالات وستجداتها ومدى انتشارها في بلادنا اي تلقيح اشي عملنا فيه اللجنة الفنية للأدوية مثلا تحكي على وتوصيب بالتوجه نحو الاستعمال للأشخاص اللي عمرهم أكثر من ستين سنة خاطر صار برشا لغت على مئة ألف جرعة شبش نعملو فيها هو طوك اللي خرجوه البلاغة ذاك انا قلت ووهبت وشتر اللي قلت هو شنية معناه احنا تلمينا نهار نهار الحد اللجنة العلمية تحتلقيح وقلنا بما انو استعمال الأسترازينيكا في العالم خاصة في اوروبا ولو يستعملو فيه للعبادة اللي فوق الخمسة وخمسة سنة وستين سنة وذي حاجة جديدة باي وهو ما المعلومات اللي عنا طوك اللي موجودة وكل على الكل على شهر معناها سرع الحر عمري العمار الكل باي قلنا احنا خلينا نزيدو نثبته احنا عنا أسترازينيكا وصلنا في تونس وقلنا بشنا داول نستعملوه قلنا خنزيدو نثبته شنو اللي مش يسير عند اللي فوق الخمسة وخمسين وستين سنة احنا خاطر قرارنا قرار مش خذينها جمعات دي فوق ستين سنة عندو جمعتين ما اللي تفاهمنا قلنا احنا كي ما عاملو فرانسا والمانيا والكندا شنو اللوجيك متع ستين سنة خاطر شنو اللوجيك هما كي عاملو دراسات القاو هما مو ديما في الفاكسان نعملو البنانس بنيفيس ريسك شمش تربح منو الفاكسان وشنو الريسك يزم يكون فاورابل يزم اللي مش تربح منو أكثر برشا ماللي من الريسك باي هما كي عاملو حسب العمر القاو اللي بين عشرين وعشرين سنة الريسك أكثر ماللي مش تربح الريسك دو تخمبوز دو تخمبوز ومبعد قد ما تبدأ تقدم قد ما تولي تربح كي تفوت الخمسين سنات تولي معناها اللي مش تربحوا من الفاكسان أكثر برش وكي تفوت الستين أكثر برش الريسكي ولي صغير ياسب ولي مش تربحوا من الفاكسان ما عش معناها مش تربحوا معناها اللي مشي منعك منع العباد باش ما تمشيش للأنعاش وتنقص في الوفايت نلقاو اللي تريفاورابل قلت لي عنا جماعتين احنا ما نتخذناها القرأة احنا قلنا مش نستعملوه فوق ستين سناء وقتا اللي يجينا ماستعملوه قلنا معناش برشة معلومات عالعباد اللي عالاجراءات جديدة اللي اخذوه في العالم قلنا خلينا نشوفو ناخذه جماعتين ونشوفو شنوني ننتاج ما نستعملو عند العباد فوق ستين سناء وشنو كانت النتيجة مازايل عطاو بشت بدأو عنا منهر حد ناخذه جماعتين ومن بعد كان نلقينا اللي ساسباس بيان عند العبادة هذو ما مش نستعملوه قلت لي سامحني حاتم قلت لي اشتر اللي اقترحته انا هو اللي تقال اشتر لاخر ليشنو واشنو لا انا قلت قلت وقتالي باش نوليوه نستعملوه نستعملوه فوق ستين سنة معنا فهمت مش غضوه مش نستعملوه احنا اشترلو لاني قلنا وخرنا بجماعتين اذك اللي ما قالوش والبارح اللي قالو معناه اللجنة التقنية متع الدويات اللجنة الفنية الادوية اي اذكا سيجست بور كنفرمي الادسيزيون واضح به تبقى معنا دكتور رياض دغفوس رئيس اللجنة العلمية ورئيس اللجنة العلمية للتلاقيح ايضا رجعين لكم من وصول ثمانية وصبع واربعين دقيقة وقاية الاخبار طرقات مع ألفاء ورجعين صباح الخير ومرحب بكم مازال شوية ضغط للي تخلين تونس من لوتوروت من حينور حتى الكبارية كيف كيف زيدا مازال التعطيل متواصل على رمبان بيب سعدون لرجيو من شرع مفتح سعدالة وعلى شرع أولاد حفوز فاتيجي بيب الخضرة الضغط على الـ X2 نيفو متشير فيل فاتيجي حي الخضرة وعلى GP8 نيفو حين نوزها فاتيجي سنترو فيل كيف كيف زيدا على شرع 9 أفريل تعطيل يكون نيفو سبيتار شغنيكول فاتيجي القصبة يتواصل بعضو نيفو الغورجيني فاتيجي الوردية تاخد زيدا في سفيقس على طريق قيبس نيفو لسي الهيدي الشكر وعلى طريق جرمدة فتقاطع مع ماجيدة بوليلا فاتيجي وسط البلاد الحركة عادية تكون في بيق الجهات والولايات مافهم اشتاعتين كبير نذكروه نشكروه كل اللي يتفعلوا معنا على الويز وعالقوا فيسبوك يفهم انفوط خفيك كيف فهم اخبارهم الطريق كلمونا على 58 550 711 سيصروحكم الطريق سلام الناس لكم رمضان السنة يفهم تحط على ذمتكم برمجة خاصة جدا وفيوحة بريحة سيتي رمضان برامج وفقرات مع المناشتين والمحلين اللي حبيتوهم واستنسوا بيهم وبرشة جديد وجيها الجندوبي تجيكم من التسعة للحداش هيا ولادها في المدام وجيها برشة ضحك وبرشة ضمان رمضان مايزي تيحلى كن مع ايا فهم احلى غاتيو في القيصر اخترني لكم اعز معنا جديد امان تالي قودا ان كوب بفينا قصينهم في انبلاجي تحفظ عليهم حاتينهم امان تالي قودا ان كوب قيصر بالرسمي جبن القيصر بنا تعيش معنا ايا فهم ست نوف متنين الجمعة متسبعة لتسانتا اصباح على ايا فهم احلى غاتيو ايا فهم احلى غاتيو ثمانية وتسعة واربعين دقيقة نذكركم اللي انتم في الاستماع لحوار هو نصف ست نوف مع دكتور رياض دخفوس عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا ورئيس اللجنة العلمية للتلقيح وحنا توفي الاثناء في الحوار المواطنين قاعدين يتفعلوا دكتور ويسئلوا على الفئات العمورية خطر تعودنا انه تقريبا في الموجات الاولى الاكثر تعرضا للاصابة بالفيروس هذو ما هما الناس الكبار الصغيرات دي ما عندهم نوع من المناعة لكن اليوم اصبحنا نسمعه بحالات تتمثل اطفال مباشرة وغلق المدارس ومؤخرا انتما حتى ابنية رب يرحمها في البكالوريا بكالوريا اداب توفيت في الحامة شنو الوضع برابور للشرح العمورية وخاصة الاطفال هو توو يقولوا في العالم كل معناها فما حالات متاع اطفال اكثر مقبل هو الحالات بكري كانوا اكسبسونال توو ما زالوا اقل معناها شوية بالكل رواح احنا توو كنقولوا واحد ميت ولا ثنين حكاية فارغة معناها شنو حكاية فارغة بانستاتيستيك مو احنا ماذا بينا صغارنا لا يرحمها هذه الميت معناها ردوا بيننا خطر توو ما نقراوش ديما يظهرنا ديما عندهم مرض مزمن مية في المية انت سكري وديما يظهرنا اللي احنا ما صغار ما يتمسوش هو اللي يتمسو راو هو جسترا هون نحب نعمل بتيت ميزاجو ديما اللي جو مثلا كسكيلاتا كون برمية اللي عنده مرض تنفسي هو اللي عنده ريسكا كثر مازلنا خطر تواعام ونص مازلنا نكتشفو فيه مثلا الامر اينا مثلا كونجيو الواحد الطب هم تيعيزوا انسيستيبش يعملوا تحليل دم خطر يقولك الدم كما يوالي خاثر ويوالي اسكولاتاك غاديكا ولاي؟ هي توك هي ستون مالادي انفلاماتوار معناها هو يصير التهاب والالتهاب يجم يمس اي اه ارغان في البدن حتى معناها للسيستام ننفو ديار نشوفو احنا اللي كمبليكاسيون بكري من اللول اول مبدأ الكوفيد كنا نحسيدو كان لبومة وكنا ناس كل مركزة على الرواري ومبعد القينا عباد تموت صدفة معناها كون لبس على اليوم يموت يعملوا كل يلقوا حكاية هذ من المزه اللي الزمبوليك اللي الزمبوليك اللي الزمبوليك يتمس دول كيفاش هيا الفشلة كم برشا حاجات حتى حاجات خرية مبعد يقوك دكوم باستكوفيد حتى يبرم بعد شهرين ثلاثة يظهروا له حاجات أخرى أنا ثلاثة شهر ما رجع ليش الشامير أي ويظهروا حاجات اللي ما كانوش قبلا عندي صحيح معناها هذا الكل قدما قدما نكتشفوا حاجات جدد وحتى توكي السوليلات الله أعلمش مش يخليهوا جدد جو سمو هذي ياترود انكون يدون هذي اللي بيش نسألك عليه دكتور بويسك قاعدين نحكيوا على السوليلة بريزيلية سيودافريكان الأقديمة اللي نعرفوها اليوم مختلف في التلقيح أثبتت نجاعتها على جميع السوليلات حتى ولو كانت تكون متحورة هو توع بالنسبة للسوليلة البريطانية سماش معناها التلقيح الموجودة لكل في السوق العالمية الكل عندها معناها مفعولة على السوليلة البريطانية بالنسبة للسوليلة السيودافريكان أقل الأسترازينيكا أقل برشة من الفهم بالنسبة للسودافريكان اللي معناها نقول وإذا عشرين والثلاثين في المياه نحن ضعيف يسر دونك ما نجموش نقول ويفكاس والبرزيليين كيف كيف معناها أكثريتهم مضعاف هم قاعدين توق كلهم توق يعاودوا يشوفوا خاطر توق يسميتوا نيفو يجمو يبدلوا شوية تركيبة متاع الفكسان متاحهم اللي تولي هي أكتيف عليهم فيما يخص الفكسان دكتور فمبرشة معناها دراسات تقول يمكننا التجي الفكسان يولي سنويا معناها الفكسان ما يشد لكش كيف الفكسان دلغريب وأكثر من ذلك حاتم صحيح وإنه ربما جرعة فائزة فايزير فايزير هذا يثم منه؟ فايزير هما هذي ستين بروبوزيسون فايزير يقول لك يمكن نوليه كل ست شهر ولا كل عام نعملو دوزة جديدة بور بوستي معناها باش نعاود نعاود نقاول ما نعملو الجديد نتأقلمو معا وإذا فهم الفاريون يتبدل ماذا بينا زادة أحنا نعاود نتأقلمو معا باش ما نخليوش هو نعطيوش الوقت خاطر المناعة كي تضعف فرماتيون دانتكور كي تضعف البدن ووقت الفيروس كي يدخل يجب يدخل أخاتر كي يدخل البدن ويلقى لزانتكور شوية يجب هو وقته يتبدل يزيد الموتاسيون يطلعو دونوفو موتان فهمت دونوفو فاريون ويعمل الموتاسيون جديدة دونك احنا باش ما نخليوش يتبدل يقول لك هو بفايزير ماذا بينا نعملو جرعة تارابي تفكير اللي أصيبوا بالكورونا كي محاتم سابقا المناعة متاحهم قداش تبقى أبا خطيغ من أما وقت يبدو في حاجة انهم يتم تطعيمهم بجرعات التلقية أعملت تحليل سيغولوجيك المناعة معناها رجعت عادية معناها باية معناها متاعك باية ولا نقصت معناها عادية معناها مش المناعة ما فمرقوش ديت خاص من الزانتكور من الوح ده رجعت عادية هو قتلك شارج يمكن جيتني ضعيف هو بين ثلاثة وست شهر واحنا قلوا بعد ست شهر يعمل دوز بركة خطر المناعة اللي تعطيها اللي يعطيها الانفكسيون رحوا أقوى حتى من الفكسان دكتور فما سؤال زيدي تسألوه برش رابد هس ك حياتنا تبدلت هس كن فا فيفر 10 او 15 او منيموم بطرق هذي بالبافيت بالفكسان بالفغيان معناها سا ريسك دو دوري سي بالا غريب اسبانيول وبرشا يعتبرو وأنا من الناس الضماني نعتبر زيدي المرضى ذي الصعيب برشا ما هوش يشبه للامراض اللي عارفتهم الانسانية من قبل هو راه الاسبيسيفيسيتاي دي فيروس يتبدلوا ديما وفي أكثرية الوقت يتبدلوا يتقواوا أما يجموك يتبدلوا يضعفوا ويجموك يتبدلوا يضعفوا ويجمعناها قدش قد ما يتبدلوا قد ما الباهيلي نحنا خاتم شي جي نهار وتبديلها متاحهم مش تضعفهم ويجمو يتبدلوا يتبدلوا نحن الغحل لم يجب سرمو كل جيدة سان رسك دورة أي سان رسك دورة وإحنا إحنا نجة على حتى كلها وعليك تقولي الوحسن ومعنا ثمانية ويته وقتين في العالم قاعدين يدورو ولكن بفوق الـ 160 وقتين المتابعين يسألون فك على نجاعة سينوVac دكتور أي سينوVac شو سينوVac أنه أي شينو سينوVac عندو الفاعلية متاعا وإحنا لخاتتاو كنا عملا الوحسن في العالم كل الوبجيكتف البرنسيبال كيف نحافظه كيف نحافظه كيف نحافظه كيف نحافظه هذا بالنسبة لحكاية هذه من الكاسيفير ودسي النجاة عمتعه كيلو خري يعني مش بعيد على 100% تبقى عنده نجاة عمتعه على اللي فارم اسمتوماتيك والاسمتوماتيك عنده 50% اللي عملوه في البرزيل فاصل الثلاثة وفام الدوتريتود واراوه اللي هو 80% أقل من الأخرين تبقى كيلو خمسين في المئة نقول له مقبول كيف متع الفاكسين دلاغريب بتاوك الفاكسين دلاغريب نستعملو فيه هذيك هاي نجاة عمتعه وتكفي تكفي باش هو نستعملوه ويلبروتاج كونتوليز انفكسيون معناه هذو ما وش نوع اللوجيك دكتور يقول لك مثلا سبوتنيك والفاكسين السينوفاك ليه شنواء عندهم عشر مثلا سبوتنيك اكزيست دوبي ديزان الفاكسين معناه الدباز متاحهم معناه عندهم خبرة متاع عشر سنين الشنواء عندهم خبرة متاع الأمراض من النوع هذة سبوتساء وفام مثلا فايزر ولا أسترازينيكا ذوكم اللاتاك ولا الفاعلية متاحهم تمس لايغين معناه سيتيونوت هوا ما دي بلاتفورم هذو مليز أبخوش جدد معناها متاع العيرين هذي جديدة هوا ما العيرين كانوا بدأوا يستعملوا البلاتفورم ماذي كباش يختاروا عدوية جدد سيلا ترابي جينيك فامت استعملوا بيها الحكاية ذي تفتوا هذك نبورم تابا بيو انتك بوالا هذك بوالا بيو انتك ووالو لاني ماذي كباش هذك معناها استعمل البلاتفورم ماذي كباش عملوا وعليك فيس عفيس على القرحو حاذر فامالباك سينوفاك و سينوفار ماذا دوما دي وفاكسان دي 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 هذي بلاتفورم قديمة اكثرية لفاكسان اللي استعملوا فيه مقدم وماذا سبوتنيك معناها تسمى رلاتيف من جديد لدي نوفيروس ماذا هم حاضرين عندهم يحضروا في دوتر فاكسان افاك لميكانيزم قدش وصلنا اليوم دكتور في الحملة الوطنية للتلقيح النسبة اللي لقحو في بلادنا قدش اللي لقحو البرح معناها مئتين وخمسة وستين الف جرع فتنا مئتين وخمسة وستين الف جرع اللي هي شوية برش شوية شوية تاو برش يلوموا يقولك شوية هو راهو فما شح عالمي في العالم كل ما فماش لفاكسان احنا تاوك من لول اول ما بدينا بدينا راهو بكري على بكري وكان عنا دي بخوماس عنا عنا علاش وقت تاو برش يقولك تأخير تلاث ملايين شنو ما حكيت تلاث ملايين عباد من هون اللي جوان اللي مش نحبوا اللقحولهم سيبا جبنا هاش كيك تلاث ملايين خطر عطاونا وقت الكلمة بفايزين مش عطونا مليونين ومودرنا ومودرنا أربع ملايين اللي هي مودرنا صفر تاو مسكرة حتى الكوفاكس مغذيتش هو المشكل كبير فمحتى الانتحاد الاوروبي بشي قاد مش عام ملاف قانون بشيشكي باسترازينيكا لتأخيرها في تسليم جروب هو يبا لكباسيتيد وفابريكاسيون هي اللي ضعيفة في العالم تاو سبوتنيك علاش مانا يعطاو كالكو باي بركا ما عندهم مش كباسيتيد فابريكاسيون وهم برشة تاو قاعدين يصنعوا البارة تاو مثلا استرازينيكا عندهم معمل في الهند في بير في فرنسا الهند سكرت عندها جماعتين سكرت لاسترازينيكا اللي مش يصنعوها في الهند مش مش تخرج من الهند مش يستعملوها للهند قالك مش مش تحب تقوله ماتش تعملوا حد شي بش نختم بسؤال بعيد شوية على التلقيح لكن عمل جدل هو قرار وزير الصحة فوزي المهدي بمنع الأطباء اللي مش مخول لهم الحديث على مسائل التلقيح وعلى الوضع الوبائي نقي على أعضاء اللجنة العلمية ولا لجنة التلقيح وما إلى ذلك منحهم من الإدلاء بتصريحات إعلامية والظهور الإعلامية كيفاش تفعلتم مع هذي ما فيهش احنا ما عاناش ما نتفعله احنا هذي كنورايك فيه انتي كهذي يمس من زملائك لا هذي يشوف هذي إجراء متاع تنظيم يخص كان لوزير ويخص كان لكيب متاع لوزير انتي موافقة عليه شخصيا دكتور أنا ما عنديش رأي في الحكاية دي معناها نجمش نعطي رأي في حكاية لي فيها نقاش معناها فهم عباد ما عاش بتهمش يقولك فيها مسمن حرية تعبيرهم اي وفهم عباد أخرين يقولك توقي خطر وضعها صعيب وكل كلمة بحسابها معناها كي تخرج انتي للإعلام تجم تقول كلمة خطر توقي الوضع صعيب برشا وكسسوها في الفكسيناسيون ولا المرض بيدو معناها والعباد الكل مفجوعة والعباد كل خايفة انتي لذم أطلق جراء كما انتم مختصين في القمممممم مستحفين تعرفوا لا يمكننا كمممم مختلف اي 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 لو كانت وزير صحا تأخذ نفس القرار دكتور انا اللي طلبتو من بكر يقولك لكي أنا برك الكل معنا تالو شهرين وشهر وانتم بيدكم يقولوا والناس تقول الكميونيكسيون مش باية او كوميونيك مال انا با في اون بون بوليتيك دو كوميونيكسيون توقو كوالا عنا معناها اتاشي دو بخيس في الوزارة فمناس لايه بالله بالكميونيكسيون هم المسؤولين وهم قاعدين نظموا دونك يلزمنا نظموا الكميونيكسيون خاتر ماشين في طريق صعيب راو تقول على العموم منظمة العفو الدولية تدعو تونس الى صحب امر وزاري يفرض عقوبات على الاطباء هو الامر في عقوبات نسيت انا منع منع هو يجب يكون موعد توجيه معناها يقول لك معناها ستون دي روكمونداتيون معناها إل فو ميو فما حاجة وفما منع من اللي فيها اجراءات بياخرصوا خطر الوقت هل الاولوية للجرعة الثانية ولا الجرعة اللولة فهمتش نقصده فما برشة الطب يقول لك خلينا نعملوا الجرعة اللولة اللو مكسيموم وجرعة فين ينوخروا هو تزوز بهيد كان تعمل جرعة بركة مش تقوي المناعة ومش تمنع برشة بيت اكثر من هذي عملوه في برد البلدين ويمكن فرنسا جاهدتو كل ولكوتين نيغاتيف كان تعمل جرعة بركة تخاف زادة اللي تصير ديموتاسيون ورح شكرا لك شكرا لك دكتور رياض دخفوص عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا ورئيس اللجنة العلمية للتلقيح يعطيك صحة حتم بالحاج شكرا ألفا لك شو يعطيكم صحة أنتم اللي كنتوا في المتابعة شكرا لعلي عارعود وأوسامة سعس في الإعداد أمين في الأخراج إيمان وإيهاب في الأخراج الرقمي دليلة في الواب خليكم مع أحوال التقص والمتيو مع ألفا من بعد جيكم سالمة هلال في آخر الأخبار وآخر العنوين الأخبارية أنا أقول لكم إن شاء الله نهاركم زين ونتلقى غدوة سبعة متعة صباح على إياف محلى غاديو